اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واقتصاد الوطني ان النجاحات التي حققتها مملكة البحرين للتصدي الفيروس كورونا كانت بفضل العمل من قبل الجميع بروح الفريق الواحد مشيرا الى ان مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار دوما وهذا ما تم خلال الظرف الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا عبر توجيه كافة الموارد والامكانيات نحو دعم جهود التصدي للفيروس تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونوه بان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف بنفس الروح المسؤولة التي تمت خلال مسارات التعامل مع الجائحة من اجل التعافي الاقتصادي والعمل على تحقيق التطلعات المنشودة بما يعود اثرها على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية ومنها الوصول لاهداف برنامج التوازن المالي في عام 2024 جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم عن بعد رأساء تحرير الصحف المحلية حيث تم التأكيد ان الخيار الافضل هو دائما الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود خاصة مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية اساسية من القيمة المضافة بالاضافة الى الخدمات الاساسية و 1400 خدمة حكومية وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الحكومة متمسكة بالمبادئ التي تم الارتكاز عليها لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي بما يسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين ونوها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الإيجابي المستمر للسلطة التشريعية مشيدا بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية كشريك أساسي في نجاح المشاريع الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن عبر مساعيها الدائمة لعكس جهود التنمية على كافة الأصعدة بما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لمملكة البحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر